بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم معنا في شواج جيدة مشواج اوم شمس كانت منها تكونوا في احسن حلمت وما تشاهدوا الفيديو تليوم اليوم ان شاء الله سنعمل معكم لشوصون خطيرين جدا مورقين حتى القلب بحشوة جيدة بزاف وشي حاجة اللي غتتحمر وجهكم حتى لكنتوا هكذا تعملوا لي كومنت فهدوا غيكونوا عندكم مطلوبين بلا قياس فما ترددوش انكم تزربوهم وما تبخلوش اليد جائما بتعليقكم لايكاتكم لا فيديو البرتاجيلو مع الاصدقاء والعائلة فذلك في مواقعكم توصلية بيش تعمل فاذا يوصل الفيديو العدد الكبير من الناس وهذا هو ليشوصو انا غادي نعمل معكم اليوم شي حاجة اللي طب 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 فامشوا مباشرة للمكونات وتركها بتحدي فاول حاجة اللي غادي نعمل معكم انا نحضره مع بعض هي العجيل مورق رائع واللي معتمد عندي شخصية وما كان بتدلوش فكان عندي هنا تلتميات جرام ديال الطحين عندي شوية ديال ملحان من حاكة القدري ما على حسب بالضوق وكان اخد كذلك 40 جرام ديال زيت نباتي او لربع كاس بالكاس ديال العنبه كان اخد هاد شي وكان حاول انخلطه مزيان مع الطحين وول وول يعني بحالة كان نبسس هادك طحين ازيك 40 جرام ديال زيت النباتي وعلى هاد الشكل هادا هاد كان بدو نجمعو بالماء بالنسبة الماء فاني لكان الجو سخون فامل احسن تعملو الماء من تلاجة كان الجو بارد فعملو الماء عادي من روبين يعني هادا هو هادا هو الفرق هنا رأينا نهار عملت هادا صراحة هاد العجين المراح كان شي شوية جو سخون فعملت الماء من تلاجة وكان عبرو الماء بالنسبة القياس ديال الماء ها كان احتاجو ضد ضبط 130 جرام ديال الماء الى كان شطحين ما كيتشربش او لكيتشرب يعني كيكون واحد الفرق الفرق ديال 10 جرام يعني 120 حتى 130 اما اني شخصيا رعما كان يعني ما كان كان كوبة ديك 130 كماشتوا معيه كامل على الطحين كانت اعطيني واحد القياس هاكا ديال العجينة لكيكون هاكا شد فراسه ما كان كما كنت شوفوا معايرة بقي فيها هاكا كما ما مدلوكاش كان جمعه بلاستيك عدائي وكان احطه على جنب غير في المطبخي لكيما كنت لكم كان جو بارد كان جو سخون عملوها في تلاجة كان مر مباشرا صوب الحشوة بنسبة الحشوة بنسبة الحشوة عملت هنا واحد البصيلة شوية ديال الجاج المقطع وشوية ديال يزيبيناء كانوا متوفرين عندي وشوية ديال توابين عندي شوية الخرقون شوية ديال سكنجبير شوية ديال اللبزار كما رحت معي راس تعملت اللبزار البيض وعدنا عمل شوية ديال توابين ميكسيكية ها الدوابين ميكسيكية فإلا كانت مطفرة ما كانت مطفرة راه ممكن أنا كم ما تعملوه هاش يعني تكتافي وبهذا الشيء أنا ما عديش نعملها هي وريت عليكم إلا كانت مطفرة كتجي واحد البنة ديال ديال في هاد الحشوة هادي سوف نزد شوية ديال الزيت وغادي نشحر هاد العناصر كاملة هاكا حتى يطيب هادك الجاج وكيتاني نساجم مع العناصر والمكونات كاملة يما كتلاحظوا معي كنخليو الحشوة ديالنا تبرد فهنا آآ كنرجع للعجينة بالنسبة العجينة كتكون رتاحت يعني كنخليوها ترتاح خمسة دقايق حتى العشرة دقايق هاكا سوفي كنرجع كنعب شوية ديال التحين في سطح العمل وكان بده نورق هاد العجينة ديالي هاكا كان بالمدلك آآ نورقوها هاكا مزيان على شكل مربع ولا مستطيل مهم على شكل الزبدة اللي غادي تستعملوا انا اخديت مية وستين جرام ديال الزبدة ورقتها هاكا تايا بالمدلك وخليتها في سطح العمل يعني ما كتكونش في تلاجة سوفي كان نورق هاكا العجينة كنجيب هاديك الزبدة بانا عاتن ستعمل هادي النوع هادا ممكن ستعملوا اي نوعية كتفضلوا يعني ما ش شرط سوفي كان ناخدها كما اشتم معي يعني مرقاها رقيقة كناخدها وكنحطها على العجينة حلاكة وكنجمع لها العجينة من جميع الحواف يعني ما تبقاش تبين الزبدة ننتم على هاتشكل هادا كنجمعها الاشكل كما كتليكم مربع ولمستطيل اللي بغيته طريقة رها بسيطة كتبغيها شوية الخاطر وصافي كنعود ناخد شوية ديال الزبدة كنرشه وكنحاول نضرب هاديك العجينة شوية هاكا باش كت يعني هاكا كتورق شي شوية عادي كنمدان ورقها بالمدلك هناك ناصحه اليك انتي اول مرة غادي تعملي العجينة المورق فمن الاحسن يكون عندك مدلك لي تقيل يكون مدلك تقيل يقول لك يقولو غليط شوية وطقين ماشي خفيف باش ميعد بكش عايش اليك انتي اول مرة كتعملي العجينة المورق فهيلا كان مدلك تقيل راكي عاون بزاف بزاف كتنزلي بالعجينة مباشرة تنشي بالاصف الاول ما كنخليها غليطة كان ورقها كمزيان على شكل مستعطيل وكنحاول نعمل لها دوب التور يعني كنجمع الحواف او لجوانيب بجر الوسط على هاتشكل يكونوا قياس واحد او لقد قد كنحاول نورقه معكا شوية وكنعود نجمعه على هاتشكلها دائما الليمن او لليصر بحال بحال هكي ما كنقول لكم دائما لجمعتوها الليمن خليوها الليمن جمعتوها الليصر دائما هاتدو تعملو هاللي الليصر قد عقلو صافي صافينا مباشرة يعني ما خليتها لترتاح لاتشي حاجه مباشرة كنرش شوية تطحيل وكنبدا نورق فيها بالطول هانتون تطعطين للطول كنبدا نقا غادية معها بالطول وكاكيد كنعمل واحد شوية العرض مطابعة الحل وكنبقى مستمره معاه كي ما غتلو تلاحظو معاييره اما كتخرج لا لا زبدة لاتشي حاجه غير الزبدة ما تكونش باردة باش ما تعد بكمش وحتى إذا كانت جهو سخون مثلا كانت زبدة فتلاجة جبدوها مثلا واحد نساعة قبل راه كتتتلق وما كتكونش هكا يعني بحلة بحلة مدوبينها شوية يعني كتكون شدة فرصها ولكن في نفس الوقت ما نيابل اولا كانت حكموا فاكيف بغينا شوفو معاييره كي ما وريتكم في الفيديو راه الفتحة رجعتها لتحت يعني ولات عنا الفتحة من لتحت كنا عاود نجمعها لها دوب التور على هاتي الشكل هذا وكي ما قلت لكم فاحنا خدمناها على ليمن انا لقوا دائما خدموها اصلا ما خدمناها على ليصر انا لقوا دائما خدموها على ليصر دابة هنا راني عملت ربعات ياللي تور يعني دوب التور في الأول ودوب التور في الثاني هنخليها هنا ترتاح كما غتشوفو معاي هنخليها على جنب وغات نمشي ناخد الحشوة ديرين بعد ما ما بردت وغات نعملها في الحشوة كما اشتو معاي في الأول راني الحشوة قطعتها تقطع غليد او لذا كالبجاج كانت تقطع غليد لان انا كنت هكا بغيت نهاش الشيه باش يجي مفرفش هكا ولا مفرشش مفرش هكا في مسط الحشوة ولا فسط العجينة باش يجي هكا باين وفنسلوخ ما نفهمش سافينا كان هاش الشيه على هات الشكل هادا كما لاحظوه معايا وهنا را ممكن تزيدو اي نوع تلف خوماج كتبغي او لا كتفضله ماشي مشكل مهم كتزيدو للمفرماج اللي عندكم انا هنا عندي كان عندي واحد شوية الفرماج في المجمد فاخديته وازد كذلك شوية دير الزعتر على هات الشكل هادا كيعطيبنا لديد الحشوات وكنا نحرك مزيل وكنا نخلي الحشوات ديالي على جنب فمبعد منه انك ترتاح لنا العجينة فهاد المرحلة هادي يعني كما اشتو معايا حتى قديت الحشوات رجعت للعجينة لاني لحليته اخر تور وبيتطوبوه العجينة غدا تشقق لانها ما مرتاحاش كنا نخد العجينة ثاني وكنا نورقها بنفس الطريقة كنا نورقها هكا بالمثلك بالطول كنا نعطيها الطول دائما كتر من العرض على هات الشكل هادا وهنا نوريكم بالنسبة للمدلك الى كنتوا هكا بنت لكم بلاسة اللي غليضة على بلاسة او لا تتورقوا مثلا علي من كتر من الليصر هكيين هادا كننوع تلم ذلك اللي كي يكون عنده واحد بلاسة بومبي بلاسة من فوخة كتر من الاخرى هادا كي عاون في هاد المسائل يعني كتمشيل هادا كبراسة اللي بنت لك غليضة كتورقها بوحدة سافي كان بداها كما شتوا معايا كانوا ورق العجينة ديالي في اخر تور غادي نعملوليها على هات الشكل هادا وغادي نجمعها كذلك وغادي نخليوها ترتاح ضروري ما يمكنش نخدمو بها في نفس النهار هادي اللي غادي نقول لكم لان انا هنا بويتني وريكم الطريقة ديال هات اللي شوصوا وما بغيتش نجبدو العجين عندي في المجميد ونخدم بها مباشرة قلت علاش ما نصوبش معاكم العجينة تكون عندكم فبنسبة لي انا قلت ما بيتنعمل هكا مو من لاحد كان ناخد كان نعمل العجينة وكان ناخد هاد العجينة هادي كان نعملها في المجميد مباشرة كان ندلع بلاستيك غدائي وكان جبد اللي عندي في المجميد باش هكا دائما كتكون عندي عجينة مورقة متوفرة في البيت فبعني وثلث مية قران ضغير كتزربي عليها مشي بحالة بني نعمل واحد نار كيلو ونمشي وثانين نستعمل ونعود وثانين نعملوا كيلو طحين كي جي شوية صعيب فكي ما اشتوا معي كتجي مورقة رائعة بزاف 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 انا هنا را جمعت هذيك العجينة اللي صوبت معاكم وعملتها في المجميد وجبد هذي قبل ما نبدأ لا فيديو عملتها في تلاجة التحت باش تتطلق را ضغير كتتطلق صافي وغادي نخدمو بها مباشرة بالنسبة لذيك 300 قرام اللي عملت معاكم ديال البحين را كنا نخدم بها جوج ديال المرات فهدي هنا را غير 150 قرام ديال البحين يعني نفس العجينة مقسمها تانية لازوج وخدمتها بالنص ديالها هانتوما كما كتشوفوا معايا يعني هذا را غير نص ديال 300 قرام كما كتلكم كيعطي الخير والباركة غير صراحة نجربوها را مستحيل بقي غادي تشري العجين المورقة من على برا لانه غادي كيعطي نتيجة رائعة وحسن مليون مرام ديك اللي كنا نخدمو على برا ولديدة فغي نجربوها هانا كما اشتو معايا بعد مورقة العجينة ديالنا وفهد مرحلة اللي كن بغيو نستعملوها ما كنورقوهاش بزاف كما كنتشوفوا معايا كنخلي واشي شوية غليظة صافي كنطبعها هكا بطابعة دائرية ولا اي طابعة بغيتو قبل كتفضلو حتى ديال المو ثلاثات كتجيزوينة وكناخد هدوك الزوائز هكا كنجمعوهم ما كنجمعوش هكا على شكل عجينة كنخليهم هكا مورقين وكنبدأ ناخد كل دائرة كنحاول نبسطها بالطول ما كننوصلش لهالحاوف او لجنب ديالها كنخليهم غلط ولكن الوسط كنورقو شوية يعني كنعطي داك الدائرة كتولي أوفال ما كسبقاش دائرية فبحال هاد الشكل هاد احت كنكملهم كاملين على المباشرة غادي ندوزوا باش نبدأوا نعملوا فيهم الحشوة هناخديت بيضة واحدة عملت فيها واحد شوية ديال الخل وكنعملها هكا في الجواني بديل هاد العجينة هاتي باش نعمرهم على هاد الشكل فاش كنحطوا الحشوة وكنبغوا نصدوهم كيتسدو مزيلا وما كيتفتحوش لنا في الفران لما كانش عندك اشكال في هاد المسألة هادي راكيلي كيبغوا ما كيبان تبلي الحشوة من الداخل فممكن انا كنت سدو غيب شوية ديال الماء لما كانش هكا البيض وما كتغلقوش عليهم بزاف كما اشتوا معي احتك الحشوة فيهم كان بدأ ناخد كل وحدة على حيد هكا كانرجع لها العجينة وكان حاولها كانتوما كان حاول دائما الجواني ما يكونش فيهم الحشوة كنضغط ولكن بلا ما نوصل الحواف لباش يبانينا ذاك الطريق حيث لو ورقنا او لو ورقنا على ذيك الحواف ديال العجينة كيمشي ذاك الطريق ما بقيش وخد يكت نفخ فران وكيما كيبليكش هادك الطريق ديال الزفدال اللي عملنا يعني باش ما نضيع باش تاني الخدمة ديالنا كاملة وحتى في البيض را ما عملتوش في الحواف عملتوك لا لاحظتو معي في الداخل ديال العجينة فتبارك الله عليكم راحت انتم وماشاء الله عليكم كتعرفو هاد المسائل دائما هاد التفاصيل كنحول نعطيهم المبتديئات لأول خطرة تعمل حاجة ولا بقي الحاجة ما عنداش لزاستوس ديالها فكان بغيو دائما ان شاء الله نفيدو ولو بمعلومات اللي هي بساتة صافينا كيما اشتو معي كنبقى نستمرحة كنكمل العجينة ديالي كاملة كناخد هادك البيض اللي بقالي كندهن به الفوق ديال ليشو الصون ديالنا وبنسبة للزين كيبقى اختياري ممكن تزينه هكا على اشكال هندسية بسكين كيبقى اختياري ممكن ترشو غيشوية ديال البابو ولا المعدنوس ولا الزعتار ولا غير هكا زنجلان يعني كيبقى ليكم لاختيار هكا ممكن تاخدوا غي عويدة ديال شو وتعملوا بهم هكا خطوط انا هنا يعني كتبقى ليكم دائما تزين كيبقى على حساب الرغبة وحتى لما كان شاد عودش ورق كتلكو ممكن تزينه غي بسكين غينتوا ما ما تورقوش بزاف على السكين بحلاكة هي من اللي فوقها كاك خفيف صافي وكت وكتزينهم كيف ما بغيتو بالنسبة للفران إلا بغتوا طيبوهم فران ديال الدورة كتسخنوا على ميتين حتى ميتين وعشرين درجة فكتسخنوا مزيان مزيان وكتدخل الفران هو السخون انا نرشد عليهم شوية ديال اللوز ايفيلة كان ندخلوهم الفران هو السخون وكن نخلي على هذه الميتين حتى ميتين وعشرين درجة يعني يخص الفران يكون سخون ومن فوق ومن تحت مني كي تنفخوا وكي يشدوا فراثهم عاد كان نقص المية وثمانية حتى المية وسبعين دائما نفقوا تحت الى بنولية تحمروا من الفقرة كان يتنطفي الفق سوف نخليهم يعني طيبوهم زيان كي يشدوا فراثهم وكن نخرجهم هدي نتيجة ديالهم شي حاجة خطيرة وروعة روعة روعة بزاف من غير الطرق يعني روعة حتى في الماطق كنتم من الفيديو يعجبكم فكنت معكم أم شمس وما توفيقي يا إلا بالله عليه توكلت وإلهي أنيب شكرا